موسيقى قبل الميلة اللي يجيلي من مهرجان كان موسيقى سلاح سرميني هو نقد سوريا عيش في باريس وهو اللي شجعني ان انا ادخل ركن الفيلم القصير في مهرجان كان كنت انا ساعتها في سويد في مالمو عشان الفيلم بيتعرض بعت وقال لي ان انت اول فيلم مصري هتيموا قبوله في الركن القصير كنت مسجلة مع أستاذة فايتن يعني قبل رحيلها بيوم وأهديت الفيلم دا ليها فان انا قررت نعمل فيلم يكون فيها الناس مقربين لها زي أستاذة شم سريم ويسرة وجميل ريتب ومحمود ياسين ونيلي وسامير صبري مع حفظ الأرقاب طبعا وكان مشكور جدا أستاذ سامح السريتي في ان هو المصاقلي معيه وكانت الحدوتة كلها في نهاية تكون فيلم تسجيلي قصير عن سيدة فايتن حمايمة يتم عرضه على الجمهور بالرسالة لوجهتها قبل رحيله كانت بتشكرهم لحضرهم المهرجان كان هو دلوقتي بقى اسمه مهرجان فاتن حمايمة السليمائي وان هي كانت بتتمنى حضرها قالت مش تقدر ان هي تحضر ختم المهرجان اللي كنت بها دي الدورة في لها وهي موجودة فأخذته وعملته فيلم وانت بصوره أثناء فعليات المهرجان من عشر تيام أو حيقة زي كده بعد ما يتعرض في مهرجان كان اللي هو في جهر خمسة كان أستاذ أميرا بوزا كان تم الطلب يعني مني ان يتعرض برضو في مهرجان اسكندرية بس مش عارفة ده هيتم فعلا ولا لا بعد كده ممكن أعرضه بزاوية اشتركوا في القناة